السلام عليكم ولاية القاصر بالقانون الكويتي هنا يجب التفريق ما بين الولاية والحضانة والحجر وأيضا الولاية التعليمية والولاية الصحية نصت المادة 110 من قانون المدني الكويتي على أن الولاية لولاية الصغير للأب ثم للوصي الذي يختاره الأب ثم الجد من الأب ثم للوصي الذي تعينه المحكة الفرق بين زين الولاية على النفس والولاية على المال الولاية على النفس هو الإشراف على شؤون القاصر الشخصية ورعايته جسديا ونفسيا وتأديبه وتقويمه وغيرها من الأمور الولاية على المال الإشراف على شؤون القاصر المالية بما فيها تنظيم مصرفاته والتصرف في ممتلكاته بالبيع أو شروط إسقاط الولاية عن الأب في القانون الكويتية إسقاط الولاية عن الأب يجب أن تكون مدعومة بالأدلة والبراحين مثل فساد خلق الولي ممكن أن يكون مدمن أو غيره أو خيانته بمعنى أن عنده قضايا خيانة أمانة أو غيره أو سوء إدارته لشؤون القصر بمعنى يأخذ أموال القصر ويلعب فيها هنا يجب على المدعي بإسقاط ولاية الأب أن يقدم جميع الأدلة لقاضي الموضوع وقاضي الموضوع قد يحكم بعزله وأسقاطه عن الولاية إذا ثبت إذا ثبتت دعوة الولاية بإقترانها بمواطن فاسد أو سوء إدارة إدارة واضحة من قبل الولي ترجمة نانسي قنقر